بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتكم استاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو الواحد وخمسين من سلسلة شرح بردامج الماكروسوفت ورد. وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم طباعة الملف من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب. علشان نطبع الملف بتاعنا هندخل على فايل. هنلاقي اوامر الطباعة. او انك هتضغط على كنترول بي. فهيفتح لك فورا اوامر الطباعة. انا دلوقتي بلاقي مجموعة من الحاجات هنا. اولها انت عايز كم نسخة من الملف. مثلا عايز نسختين. طيب انا عايز تستخدم انهي طباعة. على سبيل المسال احنا بنستخدم طبعة المايكروسوفت ورد اللي بتحول الى بيدي اف. لو انت في اي طبعة تانية عندك ممكن تختارها. خصائص الطبعة هنا بتقدر انك تتلاعب فيها علشان تتحكم في الحبر اللي بيطبع او اي حاجة. ولكن الخصاص الطبعة دية بتختلف من طبعة التانية على حسب الطبعة اللي احددك بتستخدمها. بعدها هنلاقي ايه الحاجة اللي انت عايز تطبعها. اول امر انك تطبع الملف كاملا. مسلا انا هنا ملف بتاع اتنين وعشرين صفحة. فهيطبع للاتنين وعشرين صفحة. تاني امر لطبعة جزء من الملف. لو انا عايز جزء من الملف. هقدر اخد بس علشان اعملها لازم ازلل جزء من النص على سبيل المسال ان هزلل الجزء ده. فهتلاحظ ان خلاص اطبعت مفعالة فاقدر اخترها. لو انا عايز الصفحة الحالية اللي انا واقف عليها اقدر اختار له فهو يختار لي الصفحة اللي انا واقف عليها هي بس الوحيدة اللي هتطبع. ما بين الاتنين وعشرين صفحة اللي موجودة هي صفحة رقم اتنين وعشرين هي اللي بس اللي هتطبع لان انا واقف فيها. لو انا عايز مجموعة من الصفحات الطبع. بقدر اقول له كاستم. وبعد كده بكتب له الصفحات. الصفحات دي بتتكتب بالطريقة التالية. بقى انا مسلا انا عايز بصفحة من خمسة الى عشرة. بقدر احط له خمسة شرطة عشرة. يبقى هو كده يطبع لي خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة عشرة. لو انا عايز صفحة كمان معهم بقدر بقى اني احط فصلة. وبعد كده اقول له صفحة عشرين. فهو هنا هيطبع لي صفحة عشرين زائد الصفحات من خمسة الى عشرة. لو انت نسيت المعلومة ديت بتقدر تحط الموس على العلامة الاي ديت. وبيكتب لك زي تقدر تطبع مجموعة من الصفحات الغير متتالية داخل الملف بتاعك. الامر اللي بعده بانك تقدر تطبع الصفحات الزوجية او الصفحات الفردية لوحدها. فتقدر تختار او تقدر بانك تستخدم الخاصية ديت في حالة لو انت عندك الطبعة بتاعتك ما بتقلبش الورق. فتقدر بانك تستخدم الخاصية ديت بانك تطبع الاعداد الفردية من الصفحات الاول. وبعد كده بترتب الورق تاني وتطبع الاعداد الزوجية عليه. فتكون طبعة الملف وشه وضهر حتى لو الطبعة بتاعتك ما بتوفرش الخاصية دي. انا هعمل دلوقتي هنا اختيار هنزل على الاختيار التاني. هل انت عايز تطبع على وجه واحد ولا عدة وجوه? طبعا الاختيار ده بيختلف على حسب الطبعة اللي موجودة عندك. انا هنا طبعا بان انا هنا طبعا مختار الوجه الواحد. لو انت بتاعي استطبع الوجهين بتختار ده الامر بتاع الوجهين. لكن لو انت عندك الطبعة بتاعتك ما بتدعمش الوجهين تقدر بانك تختار الوجه واحد وبعدين تختار الصفحات الفردية مرة. وبعدين ترجع تعط الورق في الطبعة وتختار الصفحات الفردية في المرة التانية. ترتيب الورق عندو خروج الطبعة. انا دلوقتي طالب منه نسختين. الامر الاولاني هيطبع لي نسخة مرتبة من واحد لاثنين وعشرين وبعد كده هيطبع لي النسخة التانية من واحد لاثنين وعشرين. وده الافضل. الخيار التاني هيطبع لي نسخة غير مرتبة على سبيل المثال هيطبع لك صفحة واحد مرتين صفحة اثنين مرتين صفحة تلاتة مرتين صفحة اربعة مرتين وبعد كده انت بترجع ترتبه. انا دايما انصح باختيار الصفحات المرتبة تقدر بأنك تتحكم في الصفحة بالطول أو بالعرض أو ايه مقاس الصفحة اللي انت هتطبع عليها ايه الهوامش تدخل على اعدادات الصفحة لو انت عندك مجموعة من الصفحات عايز تطبعها في صفحة واحدة بتقدر بأنك تختار له بدل الصفحة في كل ورقة تقدر بأنك تختار له صفحتين او اربع صفحات او ايا كان الرقم اللي انت عايزه ولكن دايما انصح بأن الصفحات بتاعتك تكون مؤهلة لانها تحط منها في الملف ده باكتر من شكل على سبيل المثال لو انت قلت لي تمانية فالخط بتاعي هنا يكفي لورقة واحدة او لانك تحط ورقتين انصحك قبل ما تختار الاختيار ده بأنك تصمم الملف بتاعك من البداية لمناسبته للحاجات ديت بحسب انك تكون مقرر من البداية انت عايز تطبع الملف بتاعك في ورقة واحدة ولا ورقتين ولا اربعة في الورقة الواحدة ايا كان الاختيار اللي انت عايزه تقدر بانك تختار وانا على سبيل المثال هنا اختار ستة في الورقة الواحدة وهضر بعد ما انتهي من اعداداتي باني اقول له برينت طبعا انا باعتبار باني فاتح طبعة لملف بدي ايف فهو هنا بيقول لي تحب تحط الملف اللي انت هتطبعه ده فين فانا اخترت له المكان لاحظ بان مساحة الملف صفر مجرد ما هو ما لقت المساحة بتاعته انا هفتحه هتلاحظ بانه عملي فعلا الست صفحات في ورقة واحدة اقدر اطبعها بشكل عادي جدا بعد كده واقدر باني اقلب الصفحات لاحظ بان الاتنين وعشرين ولا الاولانية خلصت في صفحة اربعة بدأ بفي اطباعة العدد التاني طبعا زي ما حضرتكم مشايفين دقة العرض انا هعملها مية في المية هتلاحظوا بان بيانات ما هياش واضحة في اطبعه طبعا انا اقدر على الكمبيوتر باني اكبر بالشكل اللي انا عايزه فهلاقي ان الخط واضح ولكن ديت مش هتبان في الطباعة لان الورقة ديت صممت على انه الملف يطبع منه ورقة في الصفحة بس مش اكتر من كده بكده نكون خلصنا كل ما يتعلق بطباعة صفحة ورد بنشكر حضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى اشتركوا بشترككم في القناة